السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلم في اللغة العربية مرحبا بكم درسنا لهذا اليوم سيكون الإملاء دعم وتثبيت عام السؤال الأول أضع مكان النقط علامات ترقيم مناسبة قال المرشد السياحي للسائح نقطتين ما أجمل وطننا المغرب علامة التعجب إنه بلد سياحي فاصلة فهل ستعود إليه مرة أخرى علامة الاستفهام السؤال الثاني أبين لماذا كتبت التاء مبسوطة في هذه الكلمات خرجت بنت سباة تقدمت خرجت كتبت التاء مبسوطة لأنها فعل بنت كتبت التاء مبسوطة لأن قبلها سكون حي سباة كتبت التاء مبسوطة لأن قبلها سكون ميت تقدمت كتبت التاء مبسوطة لأن الكلمة فعل السؤال الثالث أكتب جموع الأسماء الآتية لكن الصدر из شكوات لو �كت عن أي مفصل تIGağı من جموع الأسماء الثالث جمعه هولاة السؤال الرابع آتي بكلمات بها همزة متوسطة وأبين سبب رسمها على الحرف المناسب لها كلمات بها همزة متوسطة سئلة كتبت الهمزة على الياء لأنها مكسورة وما قبلها مضمو لؤلؤ كتبت الهمزة على الواو لأنها ساكنة وما قبلها مضمو فؤاد كتبت الهمزة على الواو لأنها مفتوحة وقبلها ضم صائم كتبت الهمزة على الياء لأنها مكسورة وقبلها ساكن يلتائم كتبت الهمزة على الياء لأنها مكسورة وقبلها فتحة السؤال الخامس أملأ الجدول بكلمات تتضمن همزة في آخر الكلمة حسب المطلوب الهمزة بعد سكون بطء جزء عبء الهمزة بعد كسر يطفئ يبطئ الهمزة بعد فتح خطأ نشأ الهمزة بعد ضم يجرؤ تواطئ السؤال السادس أرسم همزة وصل أو همزة قطع مكان النقط افتح باب المتحف وانظر إلى التحف المعروضة السؤال الأول أكتب الهمزة المتوسطة كتابة صحيحة مكان النقط سألت المرشدة عن سبب تألق المغرب في مجال السياحة فقال إنها الطمأنينة التي يشعر بها السياح وهم في المغرب السؤال الثاني آتي بكلمات في آخرها همزات متطرفة وأبين سبب رسمها كلمات بها همزات متطرفة بدأ كتبت على الألف لأن قبلها فتحة أنشئ كتبت على الياء لأن قبلها كسرة بطء كتبت الهمزة على السطر لأن قبلها سكون تبوأ كتبت الهمزة على الألف لأن قبلها فتحة يجرؤ كتبت الهمزة على الواو لأن قبلها ضم كتبت الهمزة على همزة تستعمل كتبت الهمزة على السمتين 네 دعوني من المتعة كتبت الهمزة على همزة قبلها فرا كتبتي